اشتركوا في القناة ولكني بعدك لا أتمنا سوى الموت ولكن عليك أن تتحمل مسؤولية كبيرة من بعدي وأن تواصل السير في هذا الطريق وترب ابنتنا إنكم تمضون للموت وأنا في الأثر إن سبيلنا سبيل الله ولقد اخترناه على غيره افعلي أنت ذلك أيضا برفقة السيدة هيلل لعل ذلك يخفف ثقل المسؤولية عنك أريد أن أكون معكم غدا أتريدين أن يضاف شخص آخر إلى القتلى غدا؟ أريد أن أكون معكم ليس إلا كلنا مع الله وما زلت معه فإنك معي لا تبكي لقد تعودت على التحمل والصبر لأستردię هيلك ترجمة نانسي قنقر 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 صنم الإمبراطور والآلهة وغدا هو يوم الفصل يوم الموت ونهاية حياتنا ما يريده الله هو الذي سيحدث يا كلوديا وما أطلبه منك هو أن تصبر أمام مشيئة الله تعالى ما أقصر السنية حياتنا المشتركة نعم إنها القصيرة لكنها ذات قيمة إن عصابني شيء يا كلوديا فاذهبي إلى منزل ماكسيميليانوس فإنها لنستهدئ من روحك وليسعن الصبر والسلوان بعدك ولم لا؟ إن الله أفضل ملهم للصبر إننا سنقتل في سبيل الله واصبر أنت في سبيل الله أيضا هذه هي الفرصة الأخيرة لعلنا لن نتمكن معه الآن من مراجعة خطتنا علينا أن نكون مستعدين لإدمان المهمة في اللحظة المناسبة أتعتقد أن يوم غد سيكون مناسبا لتنفيذ خطتنا إنني أشعر أن نصر الله قريب يجب أن نضع حدا للوضع الموجود أرفع أصواتكم عند الجبل المقدس لأن يوم الله قريب يعني يوم غد يجب أن نصرخ في سبيل الله ها؟ بعبارة أخرى هل إننا سنختار الموت؟ كلا إنني أختار الحياة وسأتخذ من الموت وسيلة لمحاربة الآلهة المزيفة والوصول إلى الله تعالى باعتقادك هل إن قيامنا هذا سيضع حدا للظلم؟ لربما لا يضع حدا فنحن منذ صبانا كنا نسمع من آبائنا أن الظلم كان موجودا والسؤال هو لمن ماشي الظالمين والجبابرة حتى يقول عنا الآخرون بأننا ظلمة إن كان صحيحا أم خطأا فالكثير من أبناء هذه المدينة والكثير من الناس في روما يعتبروننا من المفكرين والعقلاء وامتناعنا عن إظهار العبودية للإمبراطور وإنكار الآلهة سيدعوهم بدون شكل للتفكير ألا تعتقد أنهم سيظنون أننا من المسيحيين القائلين بأن المسيح ابن الله ولم يعرف أحد بحقيقة اعتقادنا المسيحيون الذين تتكلم عنهم أفضل ألف مرة من الوثنيين لا أنا لا أعتقد ذلك بل إنني مطمئن من أن موتنا سيؤدي إلى نشر ديننا وتحطيم صنم الإمبراطور أنا لا أظن أن هناك شيئا أحلى من الموت في هذه الدنيا الضيقة والمظلمة من الموت في هذه الدنيا الضيقة والمسيحيون موسيقى جالوس نعم يا مولاي رافق أصحاب الفخام سمعا وطاعا يا صاحب الفخام وداعا وداعا يا عزيزي وداعا يا ماسم يا أهز وداعا حتى يومنا تفضل موسيقى موسيقى أمازلت مستيقبة يا أهلين موسيقبة وأرى تفسير أحلامي أمام عيني كان علينا أن نفعل شيئا وهذه أحسن فرصة أريد أن أكون رابعة تكون في مجلس الغد ومن يبقى لركميد؟ للطفل رب يحميه إنه سيرعاه بدون شك استودعه إياه عليك أنت وزوجتي تلميخة ويومانيس أن توقظ الناس لا أرى أن من الصحيح حضورك في مجلس الغد إن قتلت أنت أيضا فماش سيكمل طريقنا؟ أنا لا أدري أريد فقط أن أكون معكم أنتم هيلين تتحدثين بشكل وكأن الحياة ستتوقف بقتل نعم ستتوقف حياتي ليس لي أحد غيرك أتعتقد أنني أستطيع التحمل بعد رحيلك؟ هيلين التي أعرفها تستطيع أعلم أنك تستطيع أتظنين أن الفراق سهل بالنسبة لي؟ كلا يعلم الله أنني لم أحب أحدا في هذه الدنيا بمقدار حبي لك ولكن ما الحيلة؟ لقد اقتربت لحظة الحس وهذا القرار سيحدد العلاقة بيني وبين معبودي يا هيلين وأنا على يقين لو أن قراري كان صائبا فإن الله سيعيننا وسيلهمك الصبر أهدئي يا هيلين أهدئي أخشى أن يستيقظ أركميد بالخبر ماذا حدث يا سيدتي؟ قولي ماذا حدث يا إلهي ساعدتي إنه ينوي تركنا أرجوك يا سيدتي ماذا حدث يا سيدتي؟ إنه يريد الرحيم أرجوك يا سيدتي ساعدنا يا هيلين أرجوك يا سيدتي العون يا إلهي فأملنا أنت فقط أقسم بالله إنني لن أتحمل الذل حتى لو لزم ذلك فراق الروح سأحطم غدا صنم الأمبراطور ما أروع كلام سيدنا المسيح هديت عبادا وجعلت رؤوسهم شامخة ولكنهم لم يعرفوا حقي عليه فلا أعجل من الانتقام منهم كي يعرفوا أنني لست بشرا أرجوك يا سيدتي موسيقى ارجوك يا سيدتي ارجوك يا سيدتي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضيوف العزاء نشرب نخبة سلامة الامبراطور وعزته اشتركوا في القناة وجوبيتيرو العظيم يعلم لوحده كم من الناس في هذا العالم الرحب مصيرهم بيد الامبراطور الكبير كبير الالهة هدريانوس ولو كان النصف الثاني من العالم ذا قيمة لكان تحت سيطرة الامبراطورية الرومانية ان كافة سكان الامبراطورية الرومانية العظيمة التي تمتد من ارض الورد الى اسيا الصغرى ومن شمال اوروبا الى قلب افريقيا يقرون بالعبودية لالهنا العظيم وكبير الالهة الامبراطور العظيم هدريانوس هدريانوس هدسمحوا لي يا صاحبة الجلالة اشتركوا في Anatomy اشتركوا في القناة 退B اشتركوا في القناة النق쉽 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانت تعلم يا الهي انني لم ارى من ابي سوى العذاب والألم ويا ليتني لم يكن لي ابو كهذا ليس لي في هذه الدنيا غير ماكسيميليانوس وقد انقذتني بارسالك اياه من الوحدة والغربة التي كنت اعيشها يا من ارادته فوق كل ارادة استودعك زوجي فليس لي احد سواه يا الهي وقد فورت امره اليك وانقذت ارادتك ان تدعوه اليك فتعوه ولكن لتشملني عنايتك وتأخذني معه ولا تدعني وحيدة في هذه الدنيا المملوعة بالظلم والطغيان اشتركوا في القناة كثرة الجمع وشدة الضجيج هنا امل ان تكون السيدة قد قضت وقتا ممتع للليلة اما انا فلقد مللت لقد طالت مراسم الحفل متى تبدأ المراسم يا ديو كريتيانوس الان يا صاحب الجلالة انني اشكر الالهة الكبيرة والصغيرة لما اولته ايانا من فخر ومكنتنا مع كافة افراد واشراف في فلادلفيا في هذه اللحظة التاريخية والخالدة من الاقرار بالعبودية للامبراطور العظيم كبير الالهة هادر يانوس الهنا جميعا صحيح ان فرصة الاقرار بالعبودية للامبراطور اتيحت لنا هذه الليلة فقط ولكننا على الدوام نعتقد باولوهية كبير الالهة الامبراطور هادر يانوس كما نعتقد باولوهية جوبيتير وابولون وجانوس والاسبل وديانا وهيركوليس وغيرهم من الالهة تحية للامبراطور هادر يانوس الهي واله الروم واله العالم كله والتحية للاله القوي والمقتدر جوبيتير والتحية لكافة الالهة مدبرة امور الكون يحيا 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 لو يسمح صاحب الجلالة الامبراطور هادر يانوس للامراء والاشراف ان يتقدموا بالترتيب امام صاحب الجلالة الامبراطور للاقرار بالعبودية نيابة عن شعب فلادلفيا سيادة فيهسيو بروتوس كبير كهانة فلادلفيا تحية تحية لكبير الالهة الامبراطور هادر يانوس الهي واله الروم واله من في الارض جميعا والتحية للاله القوي المقتدر جوبيتير والتحية لكافة الالهة مدبرة امور هذا الكون يحيا 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 سيادة ماركوس جوليوس قائد حصن فلادلفيا وحرسها الخاص تحية تحية لكبير الالهة الامبراطور هادر يانوس الهي و اله الروم و اله من في الارض والتحية للاله القوي والمقتدر جوبيتير والتحية لكافة الالهة مدبرة امور هذا الكون يحيا 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة ماذا قال؟ لا إله في هذا الكون سوى خالق السماوات والأرض إله إبراهيم إله نوح إله موسى كريم الله إله داود وسليمان وإله عيسى وإله آخر الأنبياء الذي ينتظر العالم ظهوره الإله الذي أرسل كافة الأنبياء لهداية البشر الإله الذي توعد الظالمين بجهنم كيف تسقط على سماعي هذا الكلام؟ يا جوبيتير المقتدر ماكسيمليان ماذا تقول؟ أقسم بيزيوس إنني كنت أعلم بخطر ماكسيمليانوس وقلت ذلك مراراً إنه ليس الوحيد نحن أيضاً نؤيد كلام ماكسيمليانوس ونؤمن بما يقول إننا لا نعترف بآلهة تدعى جوبيتير ديانا بيركيوليس ليسيبيل وأبولون وهدريانوس وأي اسم آخر إلى متى تظل جالساً وتزغي إلى هذا الهديان؟ أهدعي أهدعي إننا لا نقر بوجود إله غير الإله الواحد الأزلي لقد تعودت ألا أتخذ قراراً في ثلاث حالات في الغضب والسكر والخوف أيضاً ديو كريتيانوس أنا تريد الانضمام إليهم؟ وأنت يا بروتوس وأنت ماذا؟ وأنت يا جوليوس لا تخجل قل يجب أن ننضم إليهم من سينفذ خطة قتل الإمبراطور؟ لقد قتلوا الإمبراطور وهل يمكن قتله بصورة أشد من هذه؟ هل هناك من ينضم إليهم؟ أجل بقي هناك بقي هناك بقي هناك من يرغو بالانضمام إليهم نحن نؤيد كل ما قاله إخوتنا ونؤمن به إن الإمبراطور إنسان مثلنا ليس إلا هل يدعوكم العاقل إلى عبادة إنسان مثلكم؟ أو لعبادة تماثيل صنعت من الذهب والحجر والحديد؟ إن إلهنا أحد لا يحتاج لشريك قط ولا لولد ولا لأي كائن لتدبير أمور الكون إنهم أثاروا غضب الآلهة لا قد كفروا بآلهة باعتقاد أن جزاءهم الصلب ما هذه المهزلة يا ديوكت يا نعوز؟ يا صاحب الجلالة إن هؤلاء السفهاء خرجوا عن دين أبائهم وأجدادهم من الأمراء والأشراف ودانوا بدين العبيد والأراذل من الناس إنني أرى ذلك ولكن ماذا يفعلون في بلاطك؟ يا صاحب الجلالة إن هؤلاء أبناء أشراف الرومان وقد عاش أباؤهم لسنوات مديدة في خدمة الإمبراطورية وإمبراطورها العظيم والقرار لك يا صاحب الجلالة إذ إنني لا أدري لما فقدوا عقوله بل أنت المجنون إن المجانين هم الذين يصنعون تماثيل تشبههم من الخشب والحديد أنتم المجانين فبدلا من أن تعبدوا الله الذي خلقكم تعبدون تماثيل صنعتموها بأيديكم فحكموا الآن من هم المجانين؟ بل إنكم أنتم الذين تعبدون إلها لا تدرون ما شكله كي تصنعوا له تمثالا لو كانت الجياد والأسود والبقر لها أيد وقادرة على الرسم لرسمت إلها يشبهها تقليدا لما رأوه من أفعالكم الحمقاء يا بروتوس وهل هناك حماقة أشد من ذلك استدعون وجود جوبيتير في هذا العالم وأن أبولون هو ابنه؟ وهل هناك من هم أشد ظلما منكم حيث تلقنون الناس البسطاء هذا الهراء والزيف؟ أيها الإمبراطور إنك تدعي أن أمر ربوبية الناس قد فوض إليك فهل تقدر على الاستغناء عن النوم والطعام أو أن تدفع الموت عن نفسك؟ كفا كفا اقبضوا عليهم واقتلوهم يجب أن يحرق هؤلاء سيدتي لا ألخوا قبض عليهم فقط لا أريد أن يموتوا بهذه السهولة أريدهم أحياء فالموت قليل بحقهم سأنتقم منهم شر تقاهم يا صاحب الجلالة ساجعلهم يندمون ويتوبون كنت قد حذرت صاحب الفخامة من خطر ماكسيم اليانوس ساجعلهم يندمون ويتوبون إخراس 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 نعم يا مولاي خذوهم إلى التعذيب خذوهم إننا لم نقل سوى الحقيقة ولا نخاف السجن والصير يجب أن يرسوا أنفسوا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لا أعلم وكل ما أعلمه أنهم اعتقلوا كما اعتقلوا سودينا نوس ومارتي نوس وديميسيوس أحضر العرباء سمعا بني أركبيد ابقى هنا ابقى هنا يا ولدي ابقى هنا اشتركوا في القناة يا رجرة هيا تحرك كان يجب أن يخرق ابقى هنا يا جلوس سمعني يا سيدتي أنا قلت من قبل وأكرر قولي يجب أن يصلبوا نعم انتبهوا انتبهوا أيها السادة إنها السيدة هيلين اذهب يا جلوس اذهب وتكلم معها اذهب تحية للسيدة هيلين أين والدي ارجو المعبرة والدك مشغول الآن عند الامبراطور وليستقبل أي أحد أرى أن هذه الفضيحة قد دعتك للمجيء إلى هنا في هذا الوقت من الليل أين زوجي أريد أن أراه آآ ليس بالإمكان أن تلتقي به الآن أريد رؤية والدي أنصحك بالابتعاد عن والدك لبعض الوقت لأنه غاضب جدا أطلع والدي أنني بانتظاره يا صاحب الجلالة سأعاقبهم أشد عقاب جزاء خيانتهم أخرس أيها الأبلة حتى الآن لم تلحق فضيحة كهذه بأي إمبراطور أتدري ما هي تبعات هذا العمل يا صاحب الجلالة أنا أيضا كنت ضحية لهذه المؤامرة ومما يبدو حتى أبلون لم يستطع فعل شيء فقبل قدومكم المبارك كنت قد قدمت له قربانا ولكن أتريد أن تبرر ضعفك وعجزك ألم يحذرك جوليوس من إن أول ما يقتل بيدي سيكونوا ماكسيميليانوس موسيقى 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 موسيقى